موسيقى سباح الخير يمكن عمري ما كلمتكم عن ازاي انا بخطط اليومي من ساعة ما ابتديت اعمل الفلوكز اليومية دي اللي هو كل يوم بداية جديدة انا اتكلمت عن موضوع قيمة المهام قبل كده في فيديوهات وكان تحدي من تحديات الاسبوع وباختصار كده انا عندي اجندة خاصة بالشغل بحط فيها كل مواعيد التسليم كل الميتنجز كل حاجة عندي جدول للاعمال الاسبوعية بس كل يوم بعمل لنفسي ورقة صغيرة وباخد الحاجات اللي خاصة بالشغل من اجندة الشغل الحاجات اللي خاصة بالبيت واي حاجة تانية افتكرتها او اعرفت ان هي متجدولة في اليوم ده وبحطها النهار ده يوم الحد يوم هناخده خالص على الهادي و حددت لنفسي الحاجات المهينة اللي انا عايزة اعملها للأسف اصبحت المواعين شيء صعب جدا بعد ما بازت غسلت الاطباق بتاعتي فدي الحاجات اللي هعملها فيه حاجات خاصة بالشغل وفيه ارادة احنا متعقدين ان احنا هنروح نتغدى برا فوانا بشرب القهوة بتاعتي وانا قاعدة عمالة اقرى وانا قاعدة عمالة اقرى الكرآن بتاعي هو ده اللي بعمله كل يوم ان انا بعمل لنفسي ورقة واحدة صغيرة بكتب فيها كل الحاجات اللي عايزة تتعامل في اليوم طبعا كل يوم بيومه المعلومات اللي بجيبها من هنا موجودة في اجنتة الشغل موجودة في الجدول الاسبوعي للتنظيف بيبقى فيه حاجات متفقين عليها فيه حاجات انا عارفة ان هي موجودة بس بالشكل ده اعمل حسابي ان مفيش حاجة تقع مني خلال النهار اي حد عايز ينظم حياته وعايز يفكر في الخطوة الاولى اللي يعملها يبتدي يفكر في قيمة المهام اليومية رجعوا تاني للتحدي ده انا هحط لكم فيديو هين كان فيديو اللي اتكلمت عنه وفيديو عملته متابعة بسيطة وحتى هتلاقوا نفس نفس الورقة لان لسه فيها كتير ما خلصتهاش بشكل بسيط بشكل عملي حطي اللي تحطيه حتى ولو مجرد ان انتي هتطبخي حاجة معينة هتعملي حاجة معينة هتكلمي حد من اصحابك النهاردة انا مش مخططة ان انا اكلم حد بصراحة يعني ابقى هيلة لو عرفت اخلص ده كله خلال اليوم وكل ما بخلص حاجة بشطب عليها ده بيديني احساس رائع بالانجاز ان انا يعني بتنافس كده مع نفسي ان انا اخلص حاجة من الحاجات اللي موجودة في القايمة بتاعتي فخلاص انا شربت قهوتي اروح اشوف بقى ايه حالي ومحتالي وقابلكم كمان شوية موسيقى 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 احنا في جند موسيقى وانتو خلاص عرفتو الروسين عادة بيبقى ما بين ان انا بجهز للأسبوع اللي جاي او بخلص حاجات متاخرة كان النهاردة مهام كتيرة اوي لأ مش مهام كتيرة هما مهمتين لكن كانوا سعبين وتقال اوي والحمدلله قضيوا وخلصوا وخلصوا ودلوقتي بقى وقت ايه انها ناخد الامور على الهادي شوية حاجات كده برضو مفروض تتعمل خاصة بالشغل واستعدادا للأسبوع اللي جاي واعتقد ان الويج اند فرصة رائعة ان احنا نريست حياتنا يعني ايه ريست الناس اللي بتستخدم كومبيوتر حيعرفوا حتى اللي معاهم سيل فون او اي جهاز من الاجهزة بتاعتنا يقولك استعادة اعدادات المصنع ما عرفش بالعربي هي وكده فعلا مكتوب ولا لا بس اعتقد ان انا شفتها في مكان من هي كده استعادة اعدادات المصنع او الاعدادات الاصلية ان احنا بنشوف اي حاجة متأخرة اي حاجة تلخبطت اي حاجة مش مظبوطة اي حاجة مش في مكانها ونرجع كل حاجة مكانها ولما ترجع كل حاجة في مكانها نبتدي بقى ايه الدورة الجديدة لحياتنا اللي هو الاسبوع الجديد او الشهر الجديد او السنة الجديدة وتفر الوقت قد ايه اللي احنا حطينه قدامنا يعني ايه يقولك نبتدي بقى على مياه بيضاء فهو كده الويج اند بالنسبالي ان انا ببتدي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله على مياه بيضاء صفحة بيضاء بشوف اي حاجة من المهام اللي تركمت في الاسبوع اللي قابله وفي اليومين دول بحاول اخصص وقت للمهام دي ان انا اخلصها طبعا انا مسئوليتي في البيت وفي شغلي كل واحد يفكر مسئوليته في ايه لو انت طالب او طالبة فكروا في اوكي ايه الحاجات اللي كان مفروض تتعمل الاسبوع اللي فات او اللي انا اتأخرت فيها ولازم اخلصها ايه الحاجات اللي لازم اجهزها للاسبوع اللي جاي وبكده تبقى الامور ماشية بسلاسة دلوقتي احنا خارجين اخدكم معايا وحاولوا تقضوا يوم لطيف وخلوكوا انتوا مصدر بهجة للي حواليكم هي دي رسالتي ليكم اشتركوا في القناة وانا طالبة فسانوي كان اللي بيدرس لنا لغة عربية استاذ علي الشرقاوي في مدرسة سراي القب كان استاذ رائع جدا فكان بيخلينا نقرب صوت عالي فكنت قاعدة عمالة اقرأ حديث للنبي رساله السلام اللي هو المؤمن كيس فطن انا قرأتها المؤمن كيس فطن فقال لي والله كويس انت عرفت فطن يعني ايه فطن قلت له يعني بيفهم قال لي اوكي ايه كيس بقى قلت له يعني كريم دحك وقال لي جيتها منين دي قلت له يعني عنده كيس حاطت فيه امواله او الحاجات بتاعته وبيكرم الناس وبيعطيهم من الكيس فقال لي يا على العموم ارايتك كانت احسن من اراية تلميزة تانية في سنة قبل منك قرأت المؤمن كيس قطن فقلت لها جبتي قطن دي منين قالت له اصلي فيه غلطة مطبعية في الكتاب يا استاذ حاطين فيه بدل القاف فالمؤمن كيس فطن يعني عنده كياسة يعني بيتحرى ويتحقق وعنده فطنة يعني بيفهم حاجة تانية استأجر القويه الامين ده اللي عندنا في القرآن ان خيره من استأجرته القويه الامين بنت سيدنا شعيب ما عدت لهش استأجر اللي بيصلي استأجر اللي بيصوم استأجر المؤمن استأجر المسلم حطت شرطين للموظف او للعامل الكويس انه يكون قوي وامين والقوة دي ممكن تكون قوة جسدية قوة معلومات قوةه في المجال اللي هو بيشتغل فيه والامانة نيجي لحاجة تانية يقول لك ايه المؤمن لا يلضغ من جحر مرتين يعني ما بيكررش نفس الغلطة فالنهاردة وانا بكلم ابني وتطرقنا لمعنى الايمان احنا عارفين وعلمونا وده الرسولنا ان اركان الايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر عارفين ان المؤمن بيؤمن بربنا وبرسله وبكتبه وبالملائكة وباليوم اللي هنتحاسب فيه في حاجة تانية الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل يعني حاجة جوانا واعملنا بتدل على اللي جوه قلبنا والايمان ما بيبقاش بس للعقيدة للدين يقولك ايه انا مؤمن بيك وبقدراتك الايمان يعني قناعة يعني ان انت في مبدأ او حاجة رسخة جواك لا تتزحزح موقف كده حصل وبيحصل في بيوت كتير ان تيجي الزوجة تتخانق مع جوزها عشان بيشرف سجاير علشان الفلوس بتصرف على حرق السجاير وبتصرفش على البيت كذا حد على فكرة بعتولي وفي حد يكلمني على هذه المشكلة السؤال الاولاني هو انت متجوزاه بيشرف سجاير اه يبقى انت متوقع ايه واحدة من من الزوجات بتقول لي ما انا كنت عارفة انه بيشرب سجاير وموافقة عليه بس كنت عارفة ان انا حقدر اغيره لا بتدريش تغيري لانه احساسه بحقه في شرب السجاير ده ايمان من جواه ايمانه مش الصلاة ما يهمنيش اذا كان بيصلي ما بيصليش دي حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه صفحته في كتابه هيكتف بقى فيها ان هو كان بيصلي او كان لا يصلي دي مع نفسه ولكن الهوى اللي بيني وبينه ده مش من حقه مش من حق ان انت ده بقاعد قدامي بتدخن وبتلوس الهوى اللي انا بشربه انا مثلا من الناس لا يمكن اعين عندي حد بيشرب سجاير لا انا مش مسؤولة عن ان حضرتك تبقى عين ويبقى صحتك من يلا بستين يلا وتعطل لي الشغل ولا مسؤولة على ان حضرتك تاخد لي كل ربع ساعة بريك وتطلع برة المكتب عشان تدخن وترجع تاني اسف معينش ده بقى ايماني بقى دي قناعتي الشخص اللي انا عزاه في حياتي وفي محيط علاقاتي ما يكونش بيدخن ما يهميش ده كنت بتصلي ولا لأ تي حاجة بينك وبين ربنا نريع اعيني بقى الموضوع الايمان الايمان مش معناه ان انت بتصلي ومواظب على الصلاة والازكار والنوافل وبتتشدق وبتسمع للشيخ فلان والشيخ فلان وتجيب شرائط فلان وشرائط علان وتشتم على الحكومة عشان الحكومة الفسق المل مش عارف ايه وتعمل ايه وتسوي كل الكلام ده مش ايمان الايمان هو نتيجة افعالك على الاخرين لو انت مؤمن فعلا لو انت مؤمن بجد هتبقى انسان افضل ولما تبقى انسان افضل هتبقى اب افضل هتبقى ابن افضل هتبقى زوج افضل هتبقى موظف افضل هتبقى صاحب عمل افضل هتبقى صديق افضل هتبقى قريب افضل هتبقى جار افضل الإيمان الحقيقي مش إن إحنا بنصلي كام ركعة زيادة في اليوم دي اسمها عبادات والعبادة ما بين العبد ومعبوده أنا بتعبد بتقرب لربنا سبحانه وتعالى بصلاتي وزكاتي ونوافلي وقريتي بالقرآن دي حاجة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى لكن الإيمان بقى ما وقره في القلب وصدقه العمل لو أنا مؤمن بإن هذا الكون بيسيره خالق أعظم قوة أعظم مش هحزن بس مش معناني ما اكتئبش لإن فيه ناس فاركرا إن لما حد يقول أنا مكتئب إن ده قلة إيمان الاكتئاب مرض مرض زيه زي الأنفلونزا زيه زي اللي بيجيله الكلا زيه زي اللي بيجيله القلب الاكتئاب جزء كبير جدا جدا منه اختلال في توازن الجسم ممكن يكون اختلال عضوي سببه عضوي أو اختلال سببه نفسي أدى إنه بعد كده بقى عضوي هرمونات ملاخبطة كيميائية المخ ملاخبطة فيه أمراض بتسبب ده وفيه حالات نفسية بتسبب ده فالمكتئب مش معناني إنه قلة إيمان الاكتئاب مرض لكن الحزن واليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى هو ده بقى هنا اللي ممكن يفتح الباب إن الواحد يتساءل بينه وبين نفسه على مدى إيمان الإيمان كمان بربنا سبحانه وتعالى معناه إن أنا ما خافش من المخلوقات مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى ولكن لو أنا قدام أسد حقف وما حاولش أحمي نفسي أو أتصرف وأقول أصلاً ما بخافش من المخلوق لا أقدي دوري صح ما خافش من مديري عشان أنا بقدي دوري صح عشان أنا موظف مكتهد عشان أنا ما بنمش عشان أنا ما بعملش دسائس ليه بقى؟ عشان أنا لما أعمل دسيسة المرة دي وأتسبب في إن فلان دا يترفض وبقى فرحان قوي وأتقرب أنا للمدير حد دور الأيام وهيجي حد يعمل هو كمان مؤمرة ودسيسة ما ويقزيني لو دامت لك لو دامت لغيرك ما استطالت لك مش فاكرة البيت الشعر ولكن هي لو دامت لغيرك ما كانتش جات لك فإذا كنت انت خدتها باللقم والدسائس والمؤامرات والسرقة والفحلوة وبنيت أدوار زيادة ورشيت المهندس وعملت مش عارف إيه حييجي اللي هيعمل فيك وهيسوي فيك ولو طال الأمد هنا بقى تبقى مشكلة الإيمان معناني ما درش الآخرين وما أزيهمش لإني إيماني بيدفعني إن أنا أكون إنسان أفضل أكون إنسان كويس فلما أكون إنسان كويس هحمل لحواليه هخاف عليهم مش ههنهم مش هأذيهم مش هسر أملهم مش هجزب عليهم مش هخون الأمانة مش هخون العهد لو أنا مؤمن حقيقي ما بتسمعوش عن المشايخ ولا الشيوخ ولا المتشبهين بالحاجات دي وهو اتقفش معرفش فين وكان بيعمل إيه وكان بيسوي إيه وبتاع آه حنقول قلة وكل حاجة وبتاع لكن ده معناه إنه مش كل واحد رب ده أنا مش كل واحد واحدة منتقي بقى مش كل واحد آه بيتشدق بكلام مش كل واحد مش كل واحد بيظهر لنا شيء معين إن ده الإيمان لأن فيه جانب كمان من أعماله لازم كمان تعكس إيمانه زي مع عباداته وصلواته وازببت الصلاة اللي طلعا لنا واللي بيروح الكنيسة واللي بيتعبد واللي كذا واللي كذا كل واحد على حسب دينه هذا جانب أنت أظهرت إيمانك فيه لكن فيه جوانب أخرى من حياتك ظهر فيها الإيمان ولا لأ هو ده هي دي الفكرة الأساسية اللي جاتني النهاردة إن اللي إحنا بنعمله بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى مش هو ده دلالة على إيماننا ولا صلاح دينا صلاح دينا ما بيجيش بإن إحنا بنصلي وبنصوم وبنتبرع وبندفع وبنعمل والكلام ده ده كويس حلو حلو مظهر يمكن ده يشجع الآخرين نهم يعملوا زينا لكن الإيمان الحقيقي وصلاح دينا الحقيقي بيبان إمتى بيبان في المعاملات عشان كده بيقولك الدين المعاملة زي مثل السجاير والصلاة ممكن يكون واحد بيصلي وبيشرف سجاير أنا ماني أنا بصلاته صلاته دي صلة صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى مش هتأثر عليه لو صلى راكع زيادة مش هتأثر عليه مش هتتكتب حسنة في كتابي أنا هتتكتب حسنة في كتابه هو ولكن لو دخن في المكان اللي أنا فيه هنا تبقى المشكلة هنا تبقى المشكلة وحتى لو أنا سمحت له أنه هو يدخن وهو لسه لازال مسؤول عن الضرر اللي هيحصل لي الإيمان مش معناه أن واحدة لابسة بطريقة معينة أو زيها زي إسلامي معين والكلام دو وراحة بتشتغل موظفة واخد الصلطة في شنطتها عشان تعملها ومستنية لما فلان والنبي يا مدام فلانة خلصيني إلهي يا ربنا يكرمك ومش عارف إيه وتلاقي الناس قاعدة عمالة تتزلل له عشان تخلص لهم المعاملة بتاعتهم ده مش إيمان لو أنت كمان مرتاشي وتقول أصل المرتب صغير طب أنت ارتضيت ليه إنك تشتغل الوظيفة اللي مرتبها صغير ما كنت سبتع يا أخي وروح تدورت على وظيفة تانية ولما جيت في الوظيفة دي قاعد عمالة ارتاشي وتاخد وإحنا نضطر إن إحنا ندفع رشو عشان نخلص حقنا معاملاتنا ورقة يعني أو أدور على وسطة عشان أخده ونروح عشان نخلص ورقة طبعا يعني الناس مضطرة تعمل إيه هل ده حلال لا مش حلال عليه كوستش هل أنا لو دفعت رشوة للموظف ده عشان يخلص لي شهادة ميلاد ولا عشان يخلص لي ورقة للباسبور ولا يخلص لي حاجة ببقى عارفة إن أنا بعمل حاجة غلط آه عارفة إن أنا بعمل حاجة غلط والمشكلة إن أنا لو ما عملتش كده مش هتنقضي للأسف وصلنا لهذه الدرجة وتلاقي الأستاذ فلان دي قاعد على المكتب ومشاء الله زبيبة الصلاة بينا يعني معاصل زبيبة الصلاة ده ده مجهود واستثمار انت عامله عشان تظهر لك زبيبة الصلاة بس في النهاية فين بقى إيمانك الزوج اللي بيعمل زوجته وحش وبيحملها الزوجة اللي بتعمل حاماتها وحش أو بتقلب جزء على أهله أو 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 مظاهر كتيرة جدا في العلاقات الإنسانية الصديق اللي بيغير من صديقه زي ما قلت لكم الخلاصة هنا إن الإيمان الحقيقي بيخلينا بني أدمين كويسين لما نبقى بني أدمين كويسين هنقوم بكل أدوارنا على أكمل وجه ودي بقى حاجة ما وقرة في القلب حاجة جوة مستخبية محدش غيرنا يعرفها ومحدش يقدر يحاسبنا عليها فإحنا اللي لازم نقعد كده بينا وبين نفسنا وإحنا اللي نحاسب نفسنا هل أنا فعلا أستحق إن أنا أقول إن أنا إنسان كويس؟ هل أنا أستحق إن أنا أقول إن أنا موظف كويس؟ قبل ما أجش تكي وأقول المدير ده طلعان فيه في الزمان وفيه بلاوي سودة ومش عارف إيه هل أنا موظف كويس؟ زعلان إن هو حطتني في دماغه عشان بتأخر وعشان كذا وعشان كذا كان فيه واحد بيحكي لي يقول لي لعبته عشان أكل لعبته عشان أكل ليه؟ عشان حكاية الحضور والدوام والالتزام بأوقات دوام العمل الرسمي بتقول له أنت فاكر كده إن أنت أبهرتني لما قلت لي كلمتين دول إن أنت الواد المتقطق بقى لا الراجل يعني الراجل المتقطق بقى الحرك الفهلاوي اللي بيلعب بالبيضة والحجر اللي خلى مديره يلف حواليه نفسه عشان مش عارف يقفش عليه عشان بييجي يختم ولا صديقه ولا زميله يختم له ومدام فلان والنبي يمضيلي النهار ده ومش عارف إيه أنت حرامي أنا ما سرقتش في لوسك يقول لأ أنت سرقت لأن أنت بتاخد مرتبك قصاد 8 ساعات عمل لما تروح تزوغ وتعمل وتبقى فرحان أن أنت تحكت على المدير ولا المديرة العبيطة اللي وثقف في أن أنت مفروض أن أنت تكون بتشتغل في النهاية أنت إنسان حرامي ومعتقدش أبدا أن فيه إنسان حرامي بيكون مؤمن فكل واحد فينا كده يفكر كلامي ده دعوة أن كل واحد فينا يحاسب نفسه من جواه يا ترى أنا فعلا مؤمن بجد يا ترى إيماني بيخليني إنسان أفضل بجد لأننا لو مش إنسان أفضل يبقى أنا ولا مؤمن ولا بتاع يا ودي يا مؤمن أشوف قمنا شوائعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة